أكد الكاتب بدر عبد الملك في مقال نشرته صحيفة الأيام أن مسيرة حياكة الدسائس القطرية وارتداء الأقنعة أمام دول مجلس التعاون تعود إلى عقود من الزمن مضت ثلاث سنوات بالتمام على الأزمة بين قطر والدول العربية الأربع ثلاث من تلك الدول أعضاء مع قطر ضمن منظومة إقليمية واحدة هي مجلس التعاون هذا ناهيك أن الدول العربية الأربع يجمعهما سقف واحد ومضلة واحدة هي الجامعة العربية وقطر تدرك جيدا أن الخلافات حالما تحدث فإن التحكيم والوساطات الخليجية هي العتبة والملجأ الأول بين الأشقاء قبل اللجوء رأسا إلى محاكم دولية فالقفص على كل تلك الجسور وحرقها تعبر عن عدم ثقة حكومة قطر بمصداقية مجلس التعاون كمنظومة والجامعة العربية كنظام إقليمي هذا الاستهتار السياسي كان واضحا في السياسة القطرية منذ بدايتها ومثل القروف الأجرب والقراب العق ظلت تغني موالها لوحدها منفردة وتحلق خارج سرب مجلس التعاون مفضلة أجنحة وأعشاش جمهورية الإيرانية بل واصلت سياسات منهجية في احتضان بيض الثعابين بين أروقتها فاتحة لهم أحضانها ومقدمة لهم كل التسهيلات المالية والعينية بكل سخاء ضد البلدان الخليجية والعربية هذا التناقض في الممارسات قولا وفعلا برهنت عليه تلك المواقف التي بدأت كقرحة حتى التسعت وساءت مما اغتظى الطلاق الأخير بعد أن استنفدت كل مهمات الخير والمودة والتوافق لفض مشاكل حدودية وغير حدودية عالقة في حرب دبلوماسية وإعلامية خبيثة مكشوفة لم تتوانى حكومة قطر وسياستها الخارجية فيها عن استخدام كل أوراق القمار السياسي إذ تحولت الأخلاق السياسية المكيافلية المتواطئة بروح الفساد والرشة إلى تزوير الوثائق والحقائق باستعمال المال وشهوة الجريمة المعلنة وغير المعلنة فوضعت كل جهدها على تجيير كل طاقاتها وثروتها للدول الثلاث الأعضاء في مجلس التعاون وفي مقدمتهم البحرين هكذا بدأت مسيرة حياكة الدسائس وارتداء الأقنعة أمام دول مجلس التعاون فيما الحية تنفث سمومها في الخفاء دون الاعتبار لاتفاقات اللجوء إلى التحكيم داخل منظومة مجلس التعاون كما حدث عام 1987 حيث اتفق الطرفان البحرين وقطر بشكل مبدئي على صيقة مبادئ كإطار للحل اقترحته السعودية يؤسس إلى نقطة مركزية إذا لم تنجح المفاوضات بين الطرفين للتواصل إلى اتفاقية مرضية وشاملة لتسوية الخلاف وبصورة نهائية يقومان عندها بإجراء مفاوضات لاحقة لتقرير أفضل السبل للوصول إلى تسوية عن طريق القانون الدولي هذا التدرج والمرونة الدبلوماسية لا تنسجم مع مزاج حكومة متقلبة ثعبانية تدرك أن الأوراق المستعملة والوثائق المزورة معرضة للفضيحة وهكذا وجدت قطر نفسها في ورطة التزوير المكشوف وهذا ما يجعلنا نقدم فصول تلك المسرحية التاريخية المزيفة أمام الرأي العام لإزاحة الحقيقة عن تمثال من البرونز القطري الكاذب إذ من الضروري أن تلمس الأجيال الجديدة في البلدين حقيقة دوافع نظام الحمدين في لعبة استعمال الخطابين في سياستهم العرجاء ودبلوماسيتهم المماطلة لا غير وطالما حكومة قطر أسست فلسفتها الدبلوماسية على معايير الكاذب والإحتيال وتقديم الرشا لكل هدف يسعون إليه محاولين شراء ضمائر الناس من كل حدب وصوب فشيطان المال كان وحده معبدهم الوثني والعبثي ترجمة نانسي قنقر